أزول أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيغت الجذر اليوم ثنائي طبعاً السبب اللي ذكرت أنها ثنائي بس لأنها باش نذكركم بالكلام اللي قلناه في دروس اللينغوستيكس أو يونيفورسال لينغوستيكس اللي هي أن الجذر الثنائي مثلاً في الغالب في الأمازيغية دليل على القدم وأنه هو موغل في القدم ومما يعضض أو يزيد سبورت لأن الجذر هذا قديم جداً هو كثرة الاشتقاقات والتفرعات من المعنى المادي للمعنى المادوي بل حتى لعصور مختلفة جذر استعمالاتهم مثلاً في العصر الزراعي عصر الرعوي وغيرها من العصور بل حتى زي ما قلنا من المعنى المادي للمعنى المادوي على نفس الحال الجذر هو داراء ياد يار في الغالب يدور المعنى متاع عن الحياة طيب فانطلاقاً من هذا الجذر زي ما عدناكم جبل نفسه فجبل نفسه ادر يدر تمدر ندر إلى آخره يعني كلها موجودة فباش نقالنوا خلنا نشوفوا باقي التنوعات المازيغية وزي العادة أولاً دي ما نبدو حينيه بالتنوعات الجنوبية فعند الحقار مثلاً الفعل ادر زي ما هو في نفسه يعني عش يدر عاشع السدر أحيي تمدر طبعاً نولوا لي هذا الجذر مرة تانية لموهاغ بعد ما نشوفوا باقي التنوعات المازيغية زي ما قلت في أغلب التنوعات المازيغية فمثلاً نجده عند اغدامس ادر يحمل نفس المعنى نفس الشيء بالنسبة لي تمدرت نجده في وادي ميزاب مثلاً ادر وسدر تحمل نفس المعنى تمدرت وتجمع على تمدار النفس المعنى طبعاً في نفسها تمدرت ما عندها جمع هي مفرد بدون جمع بينما نجده ببعض التنوعات الأمازيغية زي ودي ميزاب زي غيره عندها صغة جمع وهذا راهو زي ما قلنا احتوى في اللينغوستيكس راهو كل هذه التغييرات الطفيفة وعلش هني مفرد بدون جمع هني جمع بدون مفرد كلها لها علاقة وارتباط بنمط العيش لكل مجموعة من التنوعات الأمازيغية لنعرفها وهذا مبحث شيء قائم بذاته وعلم قائم بذاته حقيقةً يحتاج إلى أدلة كثيرة من التنوعات كثيرة حتى نتحدث عن كل كلمة بوحدة ولكن هذا مش موضوعنا نحن موضوعنا هو المشترك في التنوعات الأمازيغية طيب نجد نفس الشيء عند ورقلة نجد لاحظوا أني مشيت من نفسها الإغدامس إلى ورقلة إلى تورقلة خيره فقط حبيت أني نحط المجموعات بنامط عيش معين مع بعضهم على ايتي حال بعدين نجد زي ما قلنا ينطبق في ورقلة قلنا قبل شوية قلنا أن تمازيغ كذلك الدر بمعنى عاش والسدر بمعنى أحيي وأعيش ونفس الشيء نجده عندهم هو المفرد بدون جمع لكن يتغير اللفظ من تمدرت إلى تودرت وهنا نجد مجموعة أخرى من التنوعات الأمازيغية عندها تودرت بدل من تمدرت وفي الغالب نذكرهم الأثنين على أساس أنهم بالضبط نفس الشيء ولكن في الواقع أن نمط العيش يختلف عندنا التنوعين المزيغيين فأعطي هذا التخصيص وهذا يحتاج إلى مبحث خاص وحدة الدر وسدر وتودرت في تاش الحيت تعني نفس المعنى مع ليش سامحوني بالنسبة لتاش الحيت في الغالب المناطق الساحلية من تاش الحيت والمدن هادو وكذا يقولوا عاشه وعاشه وعاشه وإلى آخره زي في إقتاق بايلة نجد الكلمتين التي تصارعوا كلمة يعاش من العربية الإعاشة إلى آخره وتمدرت في نفس الصياق يستخدموا فيهم موزوز ولكن للأسف الشديد الغالبية في تاش الحيت يصبحوا يستخدموا يعاش وعاشه وإلى آخره طيب ما نبيش نكتر من الاستدلالات في الفعل هذا فهو متنوعه يعني اللي حبيت نقوله أنه متواجه في جميع تنوعات الأمازيغية وزي ما قلنا قبل شوية وانا في التغيير بين تبدرت وتقدرت هذا حتى هو بحث قائم بداية سمحوني نعرج على إزناقا نديمة وانا نجيل إزناقا في موريتانيا ونعطي فيهم تخصيص بروحهم وهم فعلا يستحقوا لنا دائما عندهم تخصيصات وتطورات أخرى للأمازيغية ودديل كبير أنهم تفروا عن باقي التنوعات الأمازيغية في فترة مبكرة جدا فمثلا في إزناقا نجد السدر هي أطعم طب شفتوا أعيش وأطعم لهم علاقة لهم مرتبطة فالسدر بمعنى أطعم يعني اللي هو الطعام مصدر الحياة طبعا من دمنا نتكلمنا عن الطعام خلينا نرجع للمجتمع الزراعي الأول قبل أن نرغب المجتمع الرعوي قبله المجتمع الزراعي الأول عندهم السنابل بجميع نواعها سواء القمح أو الشعير تسمى تيدرين تيدريت الواحدة والجمع تيدرين وهو من نفس الجدر إدر وهو مصدر من مصادر الإطعام والمعيشة والعيش في المجتمع الزراعي بل تدرت في زناقة نجدها بمعنى الطعام اللي هو أوتشو ستش بمعنى سدر وأوتشو بمعنى أوشو أو أوتشو تعني الطعام نفسه يعني شوفوا كيف التخصيص لهذه الكلمة من البدايات الزراعية الأول نجد مثلا في عند إيموهاغ مثلا تمت دورت تعني القوت اليومي أسادور أساسيات الحياة يعني الأساسيات الحياة بالنسبة للإنسان اللي عايش في صحر شنهية هي الحليب هي الخبز هي الأشياء البسيطة جدا 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 فأسادور تعني أساسيات الحياة تعرفوا أن كلمة أسادور انتقلت من معنى أساسيات الحياة إذا الأساسيات أصلا أي أساسية في التعاملات تعني نقول لها أسادور وهي كلمة أسانسيال أو أسانشيلز في اللغة الإنجليزية والفرنسية يعني تخصيص الكلمة تعميمها اشتقاقاتي الأخير هي رحلة ممتعة جدا 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 في كل التنوع كمزيين فنجد مثلا أسادور كذلك تعني اللقمة اللقمة الأساسيات من الأكل القوت اليومي كلها جاية من نفس الجدر بل لجد في زناقعة شوفوا يعني الإنسان لما يكون صحراوي وكذا وكذا بالنسبة له شين هو الثراء؟ الثراء هو توفر هذه الأشياء الأساسية من الأكل فأصبح الثراء نفسه الغنى هو تيدرت الثراء والغنى هو تيدرت يعني المهم يعني اللي بنقوله أن نمط الحياة هو اللي حكم على اشتقاق الكلمة واستعمالها من تخصيص وتعميمها الأخير وهذا كل ما ذكرناه في الليسانية واجب القول أيضا أن يدر في نفسها وبعض التنوعات الأخرى طبعا تعطي معنى النضج الفاكهة الغير ناضجة وتعني كذلك الأكل الغير ناضج اللحم الغير مطهي إلى آخره يعني هذه من المعاني التي أعطيت لكلمة يدر من الحياة إلى آخره كأنه ما زال حيا لم يبلغ الدرجة أنه يؤكر ويصبح من غير الأحياء أو شيء من هذا القبيل طيب عندنا معنى آخر المعنى السمنة البدانة يدرت هو البدين أو السمين البدانة هي السمنة أدارات إلى آخره هذا يوصلنا لمعنى متقارب للمعنى اللي ذكرناه قبل شوية مش قلنا المجنعة الزراعي خلنشوفوا المجتمع الراوي نجد مثلا الحيوان بلاش نذكر في الحيوان في العموم نذكر مثلا البقر الوحشي اللي هو أورييجرد ما زال ما تمش تجينه الحيوان اللي ما زال متجينه مثل البقر مثلا الوحشي الكبير هذا اللي عندها إشاون كبار عندها القرون الكبار إلى آخره قبل أن يصبح مدجن في المجتمع الرعوي يسمى إديري وتديريت يعني اللي هي الحيوانة التي يعطي لنا الرزق إلى آخره المن طبعا هناك الاسم بالتعميم لكل الحيوانات إمودار بل يعني إمودار إمودرا إلى آخره لهم الحيوانات في بعض التنوعات المزغية يخصصونه بمعنى المعمر الطويل العمر الحي الحياة طول العمر إلى آخره يسمى أمودر ولعل اللقب اللي نجدوه مثلا في غدامس سامحوني طار مني توكيف كان على رأس لساني اللقب على إيتي حال يستخدم كذلك في أسماء وهذا بنوصله لها طيب ينقلنا هذا كله لإشتقاق آخر وهو معروف عند الجميع وموجود في جميع التنوعات المزغية وهو تديرت البيت أو المنزل أو المسكن بل الدار العربية في الغالبية من التنوعات يعني تديرت تعني المنزل الغالبية العظمى من التنوعات المزغية تديرت تعني المنزل زي مثلا في تقبيل تديرت تعني مجموعة المنازل أو الحي والحي في الأمازيغية جاءت حقيقة من يدر نجد يدر تستعمل بمعنى الحي بل نجد كذلك عتبة المنزل يعني خصصة كذلك أخذت من هذا الجدر كذلك عتبة المنزل وهي أمدر وإمدران بل أحيانا تؤنت إلى تامدرت وتمدرين في بعض التنوعات حنتكلم لك قبل شوي عن البيت المشتركة والمناطق المتقاربة بعضها في تقبيلية نجد كذلك اشتقاق آخر لهذه الكلمة بمعنى العيش المشترك بمعنى التعايش بمعنى التساكن والتجاور بمعنى المعايشة أو التعايش بل نجد أبعد من ذلك الفعل أمدران اللي هو الشريك في التجارة على فكرة اللقب جاني مرة أخرى في غدامس اللي هو مادور علت مادورة إلى آخره نجد له بمعنى التكافل زي ما قلنا أمدر الشريك في المشاركة في العمل والتجارة عفوا ونجده بمعنى آخر وهو التكافل والتعاضض أمدار التكافل كذلك ونجب القول هنا أن الجذر يحتاج لحلقات كثيرة حقيقة يحتاج إلى كلام موسع أكبر من هيك بالبا ما قدوش نديره في حلقة واحدة وحبيت بس أن ندير مدخلة لمعرفة هذا الاشتقاق والمناحي لأخذهم والتنوعات لأخذهم بعجلة بما أني تكلمت عن هذا كله نبين نعرج كذلك حاجة تحمل احتمال كبير جدا أنها متصلة مع بعضها ونعرف أنها لغات السمية الحمية أو سمات التي هي الإسم القديم لها للغات الأسيوية الأفرو أسيوية اللغات هذه أحيانا نجد جذور كل جذر يحمل معنى مختلف ولا يشتركان فيه عن معنى أبدا ولكن ربما يكون هذا الاشتراق قديم جدا ولهذا الذي نقول ونغامر ونقول كلمة دري في جبل نفوسه أدري بمعنى أغلق ودري بمعنى أخفي من الإخفاء كل هذه ربما يكون لها علاقة بالبيت وهو مكان الإخفاء مكان الإنسان القديم كان يختفي فيه كان يعزن نفسه عن باقي المجتمع أو عفوا عن باقي الممالك الحوانية وغيرها وزيما قلنا تعني الإخفاء تعني الإحكام تعني الإغلاق ولأخيره فربما يكون من نفس المنطق استخدم أو أخذ هذا الجذر زيما قلنا لازم ندير عليه حلقة خاصة وربما تكون مشتركة مع تيدريت السنبول حتى هي تحتاج لأنها خرجت منها تفرعات هلبة وكذلك في احتماره أنها مرتبطة بكلمات زي مثلا المعزق اللي هو الفاس هدى لتقليب الأرض اللي هو لغرض الإعاشة كذلك في مشمعات الزراعية واللي جام بالنسبة للحيوان وغيرها كلها ترزع من نفس الجذر هذا طبعا قبل الخدام اذكرت أن في غدامس موجود الجذر هذا وفي غدامس زيما نعرف عندنا عائلة مادور وعائلة مادور جاي من نفس الجذر أدر وبما اذكرت العائلة عليها ذكر كذلك أسماء أمازيغية وجدتها في نقوش قديمة جدا قدم التاريخ زي مثلا إيدير يدر سيدرين وهو اسم ابني وهو اسم موجود عند العلماء الإباضية في كتب التاريخ وإلى آخره على يتيحال هذه الكتب الأسماء موجودة من قدم التاريخ عند الأمازيغ أنفسهم فحبيت بس نعرج عليهم ونذكرهم هما من نفس الجذر تاني ميرتنون واللي حلقة أخرى نذكروا في هذه الأشياء